على بركة الله نبدأ حلقة اليوم حلقة اليوم بشكل مباشر أتكلم فيها عن نبات عرفة منذ القدم بشفاءة لكثير جدا من الأمراض المستعصية والموجودة حتى حاليا ولا يوجد لها أي حد طبعا عرف هذا النبات بالقدرة الشفائية ليه منذ آلاف السنين عرف عن طريق اللي هي طب الأيروفيدا اللي هو الطب الهندي أيضا عرف في طب الصيني عرف أيضا في اللي هو الطب العربي القديم عرف أيضا أو ذكر في اللي هي سواء كان في تذكرة أبو داود الأنطاكي أو اللي هو كتاب القانون الخاص بابن سيناء أتكلم اليوم عن نبات الزيزفون النبات هذا وين موجود موجود أولا في أمريكا الجنوبية وموجود في اللي هو الدول محيط دول الشام اللي هي الدول هذه بالكامل سواء كان الأردن أو سوريا أو العراق موجود أيضا في شمال إفريقيا إذن كعرب موجود لدينا بشكل وافر أيضا يرجى الانتباه للتالي بتجد أحيانا أنه هو بعض المكونات الخاصة به بتباع أحيانا عند العطار ولكن إذا موجدتها عند العطار إذا بحت شوية راح تجدها الأدوات أو الأجزاء المستخدمة من هذا النبات اللي هي اللحاء والأوراق والأزهار الثلاثة مع بعض طبعا حتى في طب الموجود الآن حاليا أعرف بشكل مباشر فوائد الخاصة به وكل الدراسات اللي راح أذكرها أنا راح تجد أسفل هذا الفيديو المصادر العلمية الخاصة بها نبدأ على بركة الله أولا من أكتر الأشياء اللي يقوم بعلاجها اللي هو المرض اللي هو القلق والتوتر عن طريق اللي هو بيوجد فيه حمض يسمى حمض الجابا أمينو الحمض هذا معروف وبيستخدم حتى في الكثير جدا من اللي هي أدوات أو الأدوية الخاصة بالأعصاب لماذا؟ لإنه يمنع استثارة الجهاز العصبي خصوصا هذيك الناس اللي بتجد أن هي تقوم بقدم أضافرها وتقوم بنكف اللي هي الشوارب الخاصة بها اللحة أو الشأر أو بتجد اللي هو لديه الاستريس أو الحركة السريعة أو القلق الغير مبرر ولكن يجب الانتباه إنه أحيانا القلق اللي بيكون من هذا النوع يكون ناتج عن غدة درقية أو نقص فيتامين دي ولكن إذا فحصت لاثنين هذن وموجدتش أنت يعني أي حلول أو أورد اللي هو حل طبيعي فينصح اللي هو بأخذ اللي هو مشروب اللي هو نبات الزيزفون طبعا رح أعطيك أنا في نهاية هذا الأمر اللي هو رح أعطيك في نهاية هذا الأمر الكمية اللي ممكن أنت تقوم بأخذها على بركة الله الآن في شيء آخر أيضا مكافحة الالتهابات بشكل كامل وشامل طبعا بالنسبة لنبات الزيزفون يعمل أيضا حتى على مكافحة اللي هي السرطان لأنه بيحتوي على أحد أهم مضادات الأكسدة اللي هي بتكافح الجذور الحرة اللي هو بيسمى بتولوريسيد أيضا بيكافح السرطان عن طريق اللي هي الجامبيفرول اللي هو أحد اللي هي المضادات الأكسدة حتى هي اللي معروفة طبعا بتعمل على هذا الأمر تقريبا إلى النصف كما يجب الانتباه في حالة اللي هي الألم الاتهاب الرماتويد أو غيره فينصح لإذا كان النساء اللي طبعا المتقدمة في السن ينصح بيأخذ البردقوش مرتين اللي هو أسبوعيا والميرامية مرة أسبوعيا وأخذ اللي هو المنقوع اللوبان الذكر يوميا نصف ملعقة صغيرة في كاس من الماء الساخل لمدة 12 ساعة يصفى ويشرب كما يوجد أصلا فيه مادة أخرى فعالة للغاية في مسألة اللي هي الإيقاف مسألة الألم هذا الرماتويد أو تلك النوبات اللي هي مادة تسمى الكيري سيتين هذه المادة مهمة ومهمة للغاية وبعامله أصلا أغلب أغلب الأدوية هذه اللي بتتسكن بتكون معمول نفس هذه المواد ولكن بتكون مواد هذه مصنعة أغلبها تصنيع وتجهاش أنت في مصادر بيور يعني مصادر طبيعية شوف في شي تاني إنه هو مدر أيضا للبول الناس اللي عندها مشاكل في الكلا أيضا مدر للعرق الناس اللي عندها اللي هي قفل المسامات عندها أيضا اللي هي عمل واحدة الدراسات في ألمانيا كل هذه الدراسات رح تجد أسفل هذا الفيديو إنه مشروب الزيزفون اللي هو أربعمائة ملي جرام اللي هو بيؤخذ يعني ما يعادل كم أربعمائة ملي جرام اللي هو مسموح مسموح من كوب إلى ثلاثة أكواب في اليوم تمام بيعمل على اللي هي إدرار العرق بشكل كبير جدا سواء كان عند الأطفال أو عند اللي هي الكبر بالنسبة لي الإنخفاض أيضا أو الارتفاع على ضغط الدم بيعمل بشكل مباشر على اللي هو التنزيل ضغط الدم لماذا؟ لأنه بيحتوي على مادة اللي هي والمادة اللي سبق أنا وشرحتها قبل شوية اللي هي التلوريسيد وأيضا حمض الكلوروجينيك هذن الاثنين بالإضافة إلى البوتاسيوم اللي بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم معروف أنهما يقوموا بتنزيل الضغط كما أنهو أصلا يقوم بتحكم في مسألة اللي هي الكالسيوم اللي بيكون موجود في الشرايين المسؤولة عن اللي هي الضغط الانقباضي والانبساطي يعني الاستجابة الخاصة بهم تمام أيضا من الأشياء اللي الكتير جدا منكم ما بيعرفهاش أنه يقوم بعمل مثل المنوم ما هو والبابونج الناس اللي عندها أرق لأنه في أحد دراسات أيضا لقموا بها دائما وأبدا طبعا على الفئران وجود أنه يوجد لديه اللي هو الأتر تخذيري تمام لذلك لا ينصح بشرب اللي هي مشروب سواء كان الزيزفون لأنه أقوى من البابونج بكثير جدا لا ينصح بأخذ سواء كان هو أو الأخزامة أو البابونج أثناء القيادة أو العمل على آلات معينة أيضا يقوم بتهديئة اللي هو الجهاز الهضمي المتهيج يقوم أيضا اللي هو المضادات هذه تقوم بإزالة البكتيريا والعفونة اللي بتكون موجودة في الأمعاء عند بعض الناس تمام الجوانب السلبية سبق وذكرتها أنك أنت ما تأخذش أثناء فترة القيادة أو تعلم على أشياء معينة ويرجى الانتباه أنه لا يجب أخذه أثناء استخدام بعض اللي هي الأدوية اللي بتحتوي على الليثيوم الليثيوم ما بينفعش أنك أنت تأخذ الزيزفون مع الدواء الخاص بك أنت أقرأ النشرة الداخلية الديتيلز بتجد إذا كان فيها ليتيوم أو لا الناس اللي عندها أيضا مشاكل في القلب اللي هي ممكن لأنه كما أخبرتك بيعمل على أنه هو يساهم في مسألة تحكم في الكالسيوم اللي بيكون موجود فيه الشرعين والأوليدة لذلك يعني ينصح أنك أنت تشوف طبيبك الخاص أيضا بيعتبر دواء فعال وفعال الغاية في مسألة اللي هو اضطراب النبض الناس اللي عندها مشكلة اللي هي اضطراب النبض بيعتبر فعال وفعال للغاية في مسألة التحكم فيه اللي هي الاضطراب النبض أعتقد الآن أني شرحت كل شيء عن نبضة الزيزفون أيضا في حالات شوف في حالات أيضا تعفن اللي هي الجروح هذه المتقرحة أو المتعفنة ينصح بأخذ اللي هو طحن اللي هو طحن الأوراق الزيزفون أو الأزهار أو اللحاء ينصح بإضافة إلى المرة اللي هي معروفة هذه معها اللي هي بعض أوراق اللي هي أو قشر الرمان المطحون تقوم بطحنهم بالكامل وتعملهم طبعا مثل الضماضة على هذا الجرح اللي بيكون متعفن أو في حتى بعض حالات الغرغرينة فتقوم بالرجوع طبعا إلى الوضع الطبيعي طبعا الوصفة هذه الخاصة بالغرغرينة سوف أشرحها أنا في حلقة طبعا متقدمة إذا بحبتها على اليوتيوب راح تجد لها تجارب كثير جدا من الناس اللي كانوا يعني مقررين أن يعملونهم بتر ولكن بعض الطرق هذه اللي هي استرجع العضو الكفاءة الخاصة به من هنا أنصح شخصيا اللي هو باستشارة طبيبك الخاص قبل عمل أي شيء هذه الطرق طرق فعالة جميع الروابط والمصادر العلمية راح تجد أسفل هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته